اهلا بكم في معسكر في جهانسبرج معسكر كرة سلة بلا حدود مع NBA أفريكا في جنوب أفريقيا وتقرير هيكون مع حضراتكم في مجموعة من اللقاءات سواء مع اللاعبين أو اللاعبات المدربين اللي جايين من NBA واللي بتنظمها NBA أفريكا وبالتعاون مع NBA ضمن برامج معمولة سواء على مستوى أكاديمي أو على مستوى تدريبي لتطوير كرة السلة في العالم وزيادة متابعتها ومستويات اللاعبين الأفارقة هتشوفوا في التقرير ده مستويات حلوة أوي وأجواء حماسية ومسيرة من جهانسبرج في جنوب أفريقيا مشاهدين أهلا بكم في داخل معسكر كرة سلة بلا حدود في مدينة جهانسبرج في جنوب أفريقيا وإحنا بنتكلم عن المعسكر ده قلنا أن يكون أول حواراتنا متخصص جدا في شرح فعاليات الحدث أو المعسكر المقام اللي بيضم 80 لاعب ولاعبة من قارة إفريقيا عبارة عن 40 لاعب وأربعين لاعبة قررنا أن البداية تكون مع رئيس قسم العمليات الدولية في الباسكتبول وتحديدا هو نائب رئيس الـ NBA مستر تروي جاستيس اللي مناورنا النهاردة من أمام أحد الملاعب اللي بتقام عليه فعاليات المعسكر مستر تروي السيد تروي أنا سعيد للغاية أن تكون موجودا معنا في برنامجنا الماتش على قناة صداء البلد أنا سعيد أن أكون هنا شكرا على استطاقتي أنا أستطيع أن أرى مدى حماسة اللاعبين والمدربين مدربوا الـ NBA ولعبوا الـ NBA وحتى الأشخاص الذين يعملون في الكواليس كيف تستطيع أن ترى ما حدث في اليومين الأولين في هذا الحدث أولا سوف أذكر أن هذه شركة عمرها 21 عاما مع فيبا وفيبا هي القائد العالمي في إدارة المعسكرات في العالم ونحن لدينا في هذا المعسكر من قارة إفريقيا بالكامل أفضل لأربعين لاعبا وأفضل أربعين لاعبا صغار لذلك يتعلمون من أفضل اللاعبين والمدربين من الـ NBA والـ WNBA وهو شرف لهؤلاء المدربين من الـ NBA والـ WNBA أن يعملوا مع هؤلاء اللاعبين من إفريقيا هم يحبون ذلك أنت قلت أنه شرف لمدربي الـ NBA أن يعملوا مع هؤلاء الرياضين لماذا اخترت هذا التعبير لتقول ما يشعر به المدربون حول اللاعبين لأن طريقتنا هي اللاعب وخدمة اللاعب ليست بخصوص أنفسنا ولكن كيف مستطيع أن نطور وندرب ونخدم ونسلح ونساعد وندعم ونشجع هؤلاء الرياضين الصغار لأنهم موهوبون للغاية ونحن نريد أن نضعهم الفرصة التي قد لا يمكن أن تمنح لهم كيف اخترتم الثمانين لاعباً أربعين لاعباً وأربعين لاعبة من القارة لتبدأوا بهذا المعسكر أولاً الـ NBA لديها شبكة مستكشفين في إفريقيا ونحن جميعاً نبحث عن المهارات الأفضل وهذا استثمار نقوم به من جانبنا لنكون متأكدون أننا نقوم بوظيفتنا لنجد هذه المهارات ونقوم بذلك بالعمل مع الاتحادات الوطنية لكل دولة أيضاً لنكون متأكدون أننا شريكاً كبيراً يدعم عمل هذه الاتحادات للتطوير فرقها الوطنية ولذلك يمكن أن نقول أن هذا النظام البيئي لكرة السلة لأننا نعمل معاً من أجل أفضل اللعبة هل العمر أو هل العمر يؤثر على القدرة على التطور؟ أنا أعني عندما تختاروا اللاعبين أو الرياضيين من كل القارة هل تفضل عمر من كذا إلى كذا؟ مثلاً لتطور اللاعبين لتحصل على المواهب لتطور كرة السلة بلا حدود هو معسكر للعبين تحت 17 عاماً ولذلك نحن لدينا لعبون 16 و 17 عاماً ولكن لدينا برامج أخرى كثيرة في القارة للعبين الأصغر لدينا برنامج اسمه الـ NBA الصغير وأيضاً مدارس كرة السلة والأكاديميات طبعاً نحن لدينا استراتيجية وخطة شمولية لدعم كل الأعمار من الأطفال في كل القارة لدعم مسيرتهم بشكل كامل ونضعهم على طريق الناجاح والكثير من اللاعبين الموجودون هنا كانوا في برامج أخرى وبعضهم هذا أول مرة له وهذا يعتمد على الطرق المختلفة للانضمام ما هو السبب خلف كل هذه البرامج الـ NBA الصغير والمدارس والأكاديميات وهذا المعسكر الكبير للغاية المسمى كرة سلة بلا حدود ما هو السبب خلف ذلك؟ كيف تستطيع أن ترى النتائج بعد 20 عاماً من القيام بهذا العمل؟ أولاً سوف أعود قليلاً أتحدث أين نحن عالمياً نحن نعمل في 173 دولة في العالم لذلك نحوالي 50 لاعباً ومدرباً وحكماً في برامجنا ولذلك من وجهة نظر عالمياً نحن نحاول أن نكبر لعبة كرة السلة ونجعلها تصل إلى مرتفعات جديدة لم تكن بها ونحن ندفع هذا الأمر لنزيد من عمق اللعبة وعندما أتحدث عن قارة إفريقيا فهي مكان مميز للغاية مكان مميز للغاية؟ نعم أولاً التنوع وأود أن أقول أيضاً التميز في مستوى الموهبة الموجود في القارة رائع للغاية ويأخذ أشكالاً عديدة متعددة فالمهارة تمثل كل دولة وكل هؤلاء اللاعبون يأتون بطرقاً مختلفة إلى هذا المعصر لديك هنا كل الدول أربع وخمسون دولة من القارة يأتون في مكان واحد مع أفضل اللاعبين والمداربين من الـ NBA في مكان واحد وهو معصر ليس له مثيل في العالم هو يعتبر صبرة متميزة للغاية فهم زملاء هنا قد يواجهون بعضهم البعض في فريقهم الوطنية ولكن هنا هم زملاء في فريق واحد يعملون معاً كالقارة واحدة فالأمر رائع للغاية أنت تحدثت عن صناعة الطريق للموهبة ما هو التالي؟ ما هو التالي بعد كرة سلة بلا حدود المهارة تتطور ومع مدربون كبار ولعبون كبار من الـ NBA ما هو التالي بعد أن ينتهي من هذه الخمسة أيام عدة أشياء أولها المدرب هنا يكتبوا تقريراً وتقييماً مستقلاً لكل لاعب يشاركه مع اتحادها الوطني هي فرصة للنمو لزيادة القوة هي الطرق نستطيع أن ندعمهم في طريقهم وفي اتحاداتهم هي ليست فقط محادثة كيف نستطيع الاستمرار لدعم اللاعبين في طريقهم ولكن كيف نقودهم إلى فرصة أخرى على سبيل المثال جانا التي كانت موجودة معنا في العام الماضي كانت أفضل لاعبة في كرة سلة بلا حدود تحركت من هذا المعسكر لأن توقع جامعة كينتيكت في الولايات المتحدة وهي من أفضل البرامج التاريخية في الولايات المتحدة وهي مهارة متميزة وأيضا كنا جزءا من هذه الرحلة كرة سلة بدون حدود أعطتها هذه الفرصة لأن يتم رؤيتها ووضعها في هذا المكان وسيف أيضا الذي كان في أكاديمية الـ NBA الخاصة بنا وشارك أيضا في هذا المعسكر وهو في السنغال في سالي في السنغال وهو شخص أكاديمي بدوام كامل هناك وهو لعب مميز للغاية رائع للغاية ولديه مستقبل رائع كلاعب كرة سلة محترف وسوف يلعب الفريق الوطني لعدة سنوات على مستوى احترافي أيضا فهو يتحسن كل مرة أراه سواء في أكاديمياتنا أو كل شهر أراه فيه وهو ينمو بسبب التطورات التي تحدث معه أنا أتذكر أنك اقتبست اقتباسا وقلت أو اقتبست من الإفريقيين وقلت الأسد الجائع هو الأسد الذي يصطد أفضل من الأسود الآخرين هل تعتقد أن هؤلاء الثمانين أسد ولبأ جائعون سأخبرك أنا أصبح أحساسا هنا ومليوم بالمشاعر عندما أتحدث عنهم أنا رأيت مدى طريقتهم في اللاعب هم يلعبون من قلوبهم وليست بقدرتهم الجسدية فقط هم يعطون كل شيء لأنهم يفهمون من هم الموجودون يفهمون أن هذه منصة الدولية على أعلى مستوى وهي ليس فقط أنهم يحاولون أن يقومون بتقديم عرض ولكنهم يعملون من قلوبهم يقومون بالأعمال الإضافية وما يخبروني هذا ويؤكده لي أني أراهم يتعلمون بسرعة أنت تشاهدون يستمعون إلى المدرب يمتصون هذه الأمور بشكل تلقائي ويتبقونها بسرعة هذا الأمر كيف ترى الأمر الآخر الذي أود أن أتحدث عنه هو هناك شيئا يمكن أن أقوله وهو شيئا مهم للغاية في إفريقيا تعلمته أنه ليس تتقن في الثقافة القرية ولكن في الثقافة كل دولة نحن نقوم بالأمر بأفضل عندما نتحرك مع بعضنا البعض لأننا نستطيع أن نتحرك لمسافة أطول مع بعضنا البعض فإن مبدأ عملهم مع بعضهم البعض بالشكل أو طريقة قرية شاملة تقويهم وتعطيهم نظرة أوسع لحياتهم تسبح لهم بأن يروا أشياء لم يكنوا ليروها بمفردهم ويصبحون أقوى وهم ينهون وهم هنا ويتغيرون وهم هنا عدد اللاعبون الدوليون أنت تعلم أن كل لعب كرة سلة أعلى طموح له هو أن يلعب في الـ NBA أن يكون جزءا من الـ NBA عدد اللاعبون الدوليون في الـ NBA يرتفعوا بشكل مضطرد عام بعد عام وأفضل اللاعبون أصبحوا من خارج الولايات المتحدة لسنوات متتالية كيف تستطيع أن ترى هل يستطيعوا هؤلاء اللاعبين أن ينضموا إلى الـ NBA وهل العدد المتزايد لللاعبون الدوليون في الـ NBA يجعلك شخصيا تعتقد ذلك؟ لأجيبك سؤالك الأول نقطتك أن هناك ثلاثة لاعبين هم من أهم اللاعبون في الـ NBA من أصل خمسة وهم لعبون دوليون فهذا يعطي إشارة للعالم أن كرة السلة دمت بشكل عالمي وهذا بسبب أن الـ NBA استثمرت في تطور كرة السلة العالمية في خلال الـ 30 عاما الماضية كثيرا ولذلك نحن ملتزمون بهذا الأمر وبسبب هذا الأمر فإن الـ NBA أفضل الآن من السابق ولهذا السبب محددا نحن نحاول أن منمو أكثر بالـ NBA ولذلك نحن خلقنا تطلعاتا للأجيال القادمة لللاعبون الدوليون الذين يقولون إذا قاموا به أنا أستطيع القيام به من أين أتوا؟ من أين أتيت؟ هم جاءوا من هناك وأنا أستطيع أن أأتي من مكاني وأذهب إلى الـ NBA هذا يعطيهم الإيمان ليس فقط أنا أتمنى أو أحلم ولكنه ممكن فعلا ويمكن أن يحدث ولذلك نحن نعلم الأطفال في معسكرتنا يقول أنا أستطيع وأنا سوف أقوم بذلك بدلا من التفكير في السلبيات تفكر في الإيجابيات أستيقظه في الصباح وأقول جملكين لنفسي أنا أستطيع وأنا سوف أقوم بذلك وهذا ما يجعلنا فخرون للغاية يجعلنا فخرون أن نرى هؤلاء الصغار بدهم مستقبل لامع يرون طريقا في الـ NBA والـ WNBA متاحا وممكنا بالنسبة لهم وسوف يكون هناك لعبون من هذا المعسكر الذي سوف يلعون في الـ NBA والـ WNBA هل أنت متأكد من هذا؟ 100% أضمنه لك 100% كم عدد اللاعبين؟ منهم؟ يستطيعون القيام بذلك؟ هذا هو السؤال الكبير أنت لا تستطيع أن تتوقع هذا اليوم لأنهم 16-17 عاما فقط ولكنهم لعبون لديهم زكاء كرة السلة القدرة الرياضية الطبيعية ومجموعة المهارات الرائعة مجموعة المهارات في قارة أفريقيا تغيرت بشكل كامل خلال العشرين والعشرين والخمس سنوات الماضية نحن نراقب التطورة لكرة السلة في القارة أكبر إشارة هي مستوى مجموعة المهارات التي أصبحت مشهوذة أكثر هم يقومون بأشياء جديدة في التسديد والتعامل مع الكرة ومهارة تمرير الكرة هذه المهارات تستمر في الزيادة هذا بسبب أن الـ NBA ستصمرت فيها خلال فترة طويلة من أجل تعليم هذه المهارات وتدريب المدربين أعتقد أن هذا من أهم الأمور الحيوية كان لدينا 28 مدربا من القارة وكل منهم تم وضعه في أحد فرق الـ NBA خلال الدوري الصيفي وخلال الدوري الصيفي بالكامل تعلموا من مدرب الـ NBA كيف يستطيعون أن يتقدم المدربون لهذا البرنامج حسنا نحن لدينا الطريقة الرسمية فإن مكتب الـ NBA يتابع هذا الأمر بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي لكرة السلة ونحن لدينا شبكة من المدربون في كل دولة يعملون مع الاتحادات الوطنية ولذلك يمكن أن يتقدموا عن طريق اتحادهم الوطني لمكتب أو المسؤول عن الاتحاد الإفريقي لكرة السلة هناك ونحن نستمروا بالتدريب لكل القرأ سؤال أخير خارج هذه الجدران والبرامج الكبيرة كأس العالم لكرة السلة سوف يبدأ بنهاية هذا الشهر في 25 أغسطس النسخة الثانية التي يكون بها 32 طريق كيف ترى هذه المسابقة التي سوف تبدأ في خلال 30 يوما ومن هو أكثر فريق متوقع ليفوذ به حسنا أولا كأس العالم بسبب شركتنا مع فيبا فإن نمو لعبة كرة السلة عالميا شركاؤنا في فيبا قاموا بعمل رائع للغاية ويحاولون أن يبنوا أيضا يحاولون استكمال بناء منصف كأس العالم ونمو اللعبة عالميا وأن نرى مستوى كرة السلة وكيف تنمو وتتحسن وتتغير الإباع ليس فقط اللعبون الفرديين الذين يقومون بأشياء لم نراها من قبل في كرة السلة ولكن إن كنت مشجعا جديدا تشاهدوا لعبة كرة السلة سوف ترى أشياء لم تكن تحدث مسبقا سوف ترى فرقا تلعب من أجل تنثيل دولها وهي تعتبر المنصة التي تعني الأكثر للعابين حتى أكثر من اللعب لفرقهم للفرقهم أو نواديهم وفإن تمثيل دولتك هو أعلى مستوى وهذا يجعل كأس العالم مميزا للغاية وفوق كل هذا يكون لديك أفضل لعبون في العالم يلعبون على أعلى مستوى في هذه المنافسة هذا يخلق المنافسة الكبيرة فلا يوجد فرق مفضل يمكن أن تنظر إلى التصنيف وتلقيه من النافذة لن أختار فرقا مفضلا لأن أي أحد سيكون هناك حزن ستكون هناك فرق لا يتوقعها أحد تفوز أو تخسر فرقا يجب أن تفوز وسوف تخسر سوف يقتل الجميع بكل طاقتهم لا يمكن أن تقول أن هذه الثلاثة أفضل فرق في العالم هي التي سوف تفوز لا المنافسة مفتوحة للغاية يجب أن تشاهد وتشجع دولتك وإذا لم تكن دولتك موجودة نحن صعدنا للغاية لأن مصر تأهلت لنسختين أنا أهنئ مصر على هذا نحن تحدثنا عن الفريق الحالي لمصر ومدربه وأقول أن لديهم فرصة رائعة مع مدربهم أن يحققوا الكثير على مستوى المنتخب الوطني أهنئوا مصر مرة أخرى وأتمنى لها الأفضل أشكرك على هذا اللقاء الرائع وعلى مجهودك الرائع وعلى كل التفاصيل وأتمنى لك أفضل الحظ وأود أن أخبرك أن المشجعين المصريين أصبحوا أكثر تعرضا لكرة السلة وأعتقد أن هذه أحد الأشياء التي تجعلهم يحبون كرة السلة بشكل أفضل أشكرك شكرا جزيلا لقد كان شرف لي شكرا جزيلا لقد كان شرف لي شكرا كان معنا مشاهدينا الكرام مستر ترويد جاستيس رئيس قسم العمليات الدولية في كرة السلة ونائب رئيس الـ MBA هنتابع مع حضراتكم تغطيتنا من معسكر كرة السلة بلا حدود فخليكم مهودين معنا أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية من خلال برنامج الماتش في جوهانس بيرج الجنوب الأفريقية معنا دلوقتي لقاء من أهم اللقاءات على مستوى كرة السلة لأنه مع مدير فني عملاق نجح في أن يتوج كلاعب في بداية الألفية ببطولة الـ MBA وبعدها نجح في أن يتوج كمدرب مساعد ببطولة الـ MBA في النسخة قبل الماضية وتولى مسؤولية فريق لوس أنجلس ليكرز كمدير فني في النسخة الأخيرة وهو موجود هنا ضمن المدربين اللي بيقوموا بتدريب المواهب الأفريقية في جوهانس بيرج ضمن معسكر باسكتبول وداوت بوردرز حدثنا مع المدير الفني الأمريكي المخضرم مستر داربين هام المدير الفني لوس أنجلس ليكرز الأمريكي في MBA كوتش هام المدرب هام أنا سعيد للغاية أن تكون موجودا معنا في قناة صدى البلد في برنامج الماتش هو شرف لي أن أكون هنا هذه ليست أول مشاركة لك في كرة سلة بلا حدود ولكن أود أن أسألك عن شعورك وكيف تصف المشاركة في هذا المعسكر أعتقد أنها كانت رائعة للغاية الكثير من الأطفال الموهوبون هنا هو رائع ما قدمته الـ MBA على المستوى العالمي عن طريق هذه المعسكرات والبرامج وأكاديميات الـ MBA مرة أخرى كرة سلة بلا حدود نحن لدينا أيضا استتاح ملعب في أليكسندرا هنا في جنوب إفريقيا في شوهانسبرغ وما نستطيع أن نقوم به في المجتمع وأن نعلم هؤلاء الأطفال ونعطيهم التبرين المناسبة والتدريبات المناسبة تقدم الكثير فهناك العديد من اللاعبون العظماء الذين جاءوا من هذه البرامج وخاصة كرة سلة بلا حدود ونحن نتمنى أن نستمر بهذا النجاح لا أستطيع أن أرى مدى حمس اللاعبين والمدربين وصوتك مبشوح ليس موجودا لأنك سعيد للغاية بما تقوم بإخبرني كيف يستطيع اللاعبون والمدربون أن يصبحون بهذه السعادة خلال هذا المعسكر أنا أعتقد أن إذا كانت لديك الفرصة أن تدرب لعبا صغيرا سواء كان ولد أو فتاة وأن توجهه وتريه الطريق وتعلمه وتتحدث إليه وتريه أشياء مختلفة وتكون مدربا على هذا المستوى يجب أن تكون قادرا على أن تعلم وتستطيع بالتعليم ولذلك نحن نقوم بالصراخ بالتعليمات كثيرا كل شيء يأتي من خلال التدريب المستمر فهؤلاء الأطفال يجب أن يتعلموا وهم حاضرون وزهناهم حاضروا لديهم شغفا للعب ونحن نقوم بكل ما نستطيع لنروي هذا الشغف هم في عمر 16 و17 هل يمكن أن تتوقع أن بعض هؤلاء الرياضيين يستطيعون أن يلعبوا في المستقبل؟ أعتقد في نهاية اليوم أنت تحاول أن تعطيهم التدريب الأفضل لا أحد لديه كرة سحرية ولا يستطيع أن يتنبأ بالمستقبل ولكن يجب أن تضع القواعد الأساسية إذا كانوا سيلعبون في الإنبناء هناك العديد من العناصر يجب أن تبقى بدون إصابات وتحصل على تغذية مناسبة وتدريبا مناسبا ويكون لديك تعليما مناسبا هناك الكثير من العناصر والشيء الذي نريده هو أن نكون جسرا لنجاحهم حتى إن لم يضعوا زيا للإنبي إي يستطيعون أن يكون مدربون في الإنبي إي أو تنفيذيين في الإنبي إي يمكن أن يكونوا حكما في الإنبي إي يمكن أن يحصلوا تعليما في الكليات ويعودوا إلى مجتمعاتهم ويقدموا مساهمة إيجابية كمواطن يقدم مساعدة لمجتمعه أنا أعتقد أن هذه هي نفس المقولات التي قلتها عندما تحدثت عن لبرون جيمز في الريديو وأنت قلت أنه يستطيع أن يلعب حتى عمر الخمسين لأنه ينمع بجيدا ويأكل جيدا هذه هي العوامل الأساسية لأي رياضي يبدأ أو لديه أيضا مسيرة جيدة بكل تأكيد كان لديها شرف تدريد كوبي ولبرون وهم مختلفون للغاية ولكن الشيء المشترك بينهم هو شغفهم للرياضة والاحترافية التي تجعلهم يهتمون بأنفسهم هم بصحة جيدة وقادرون على اللعب على أعلى مستوى وأنت تعلم هؤلاء الأطفال يجب أن يفهموا هذه الأمور ما تضعه في جسدك سوف تحصده إذا وضعت أشياء سيئة في جسدك سوف ينهار جسدك إذا اهتممت بجسدك واعتبرته مع بدك فسوف يقوموا بالأداء بأفضل شكل ممكن قراءة أشياء أيضا ويجب أن يكون لديك اهتمامات خارج كرة السلة وأيضا الاهتمام برياضاتك بشكل جيد نحن نتحدث عن لبرون جينز لقد قرأت تقريرا كان يتحدث عن موسمك الأول كمدرر كان لديك القدرة على أن تواصل تجعل أن يكون هناك توصلا بين اللاعبين ليس سهلا أن يكون لديك لبرون جيمز بلنا اللاعبين ما الذي تعتقده بخصوص هذا التقرير بخصوص كونك مدرر أعتقد أنها شهادة لأن لدينا جميعا هدفا مشتركا فليكرز قد كان لديهم مشاكل في السنوات الماضية وكان فريقا أعطاني الفرصة الأولى لأكون مساعد مدرر في الـ NBA ولذلك لدي الكثير من الفخر أن أساعد هذا الفريق أن يعود لنجاحاته المعروفة عنه ولذلك كان أهم هدف عني أن أأتي وأستمر كل يوم وأنا أقول أن العمل اليومي يقود للتقدم وأود أن أرى هذا في نفسي وفي اللاعبين كل يوم نحن نحاول أن نتحسن في شيء ما سواء خسرنا في اليوم السابق أو كفزنا في اليوم السابق لا يهم يجب أن نستيقظ كل يوم وأن الله يعطينا النفس في أجسادنا يجب أن نحاول أن نكون أفضل عما نحن عليه اليوم ولذلك أعتقد أن الاستمرارية في القيام بهذا الأمر من اللاعبين ومن خلال اتباعهم للتعليم يرى أنت كأدك مدرب كنت بطلا وكنت بطلا كلاعب ما هو الفرق بين المراحل هذه في حياتك؟ أعتقد القدرة على أن تدير برنامجك الخاص وأن تكون الشخص الذي يقوم بالقرار النهائي واتخاذ القرار النهائي أنت كلاعب جزء من فريق يجب أن تقوم بأفضل ما لديك أن تقدم مساهمة إيجابية لفريقك وهذا نفس الشيء إذا كنت مدربا مساعدا يجب أن تساعد المدرب وتكون جزءا من مساعدي المدرب ولكن كمدربا رئيسيا يجب أن تكون قادرا على أن تحلل المعلومات وتفك شفرتها وأن يكون لديك بداية جيدة وتضع الأشياء الجيدة على الطاولة وتضع الأشياء السيئة على الجانب وتكون مستعدا على اتخاذ القرار الأخير أنا لا أعلم عدم القدرة على اتخاذ القرار يجب أن تكون الشخص الذي يجب أن يحدد ما هو أفضل فعل يجب القيام به فبعض الأحيان يتم اتخاذ القرار كمجموعة وبعض الأحيان يجب أن تتخذه بمفردك يجب أن تصبح حدثك بزكائك الشخصي وتتقدم بنفسك وتتعامل مع ما قد يحدث ما تقوله يضع ضغطا على المدرب لديك الكثير من الضغط كمدربا رئيسيا في الان بي اي هو ضغط كبير للغاية كيف يا سيد هام تتعامل وكيف تواجه هذا الضغط كمدرب ما هو روتينك إذا كان لديك روتين أنا لدي ثقة بالله وأنا أصلي وقد مررت بالكثير في حياتي أنا أتفاعل مع كرة السلة وأستمتع بها وأنا أتمرن قبل كل مباراة سواء كنا في مكاننا أو خارج مكاننا فخلال ثلاثين أو أربعين دقيقة من المباراة أقوم بالتدرب وأخرج التوتر مع العرب وأبدأ المباراة لأن أعتقد أن الفريق إنعكاسا للمدرب إذا رأوني مزعورا وعصابيا ومجنونا فهذا سوف يكون رد فعل الفريقي ولكن رأوني هادئا وأركز على الحركة التالية والخطة الفضلة فسوف يكونون مثلي أنت لا تستخدم وصائل للتواصل الاجتماعي لا إطلاقا لا أستخدم وصائل للتواصل الاجتماعي أنا وجدت صورة واحدة على حساب الإنستجرام الخاص بك هل هو لك؟ لا ليس لي لديك العديد من التعليقات بعد كل مباراة على هذا الحساب الذي وجدته هو ليس لك ليس لي ليس لدي إنستجرام لم يعد اسمه تويتر ولكن اسمه إكس الآن ليس لدي إكس ليس لدي إنستجرام ولا فيسبوك ولا أي شيء ولا حتى لينكد إن هل هو شيء مريح أكثر أن تكون لديك وجود على التواصل الاجتماعي؟ أنا شخص أركز بشكل كبير أنا أنا جيد في أن أحجب الضوضاء الخارجية وأنا أركز على خريقي وكيف نتحسن ونتحسن باستمرار واحد من أهم المشاكل التي يواجهها الرياضيون الصغار هي وسائل التواصل الاجتماعي الطريقة التي يرون بها التعليقات ويتعاملون مع الجماهير والأراء المختلفة أنا لا أحب كيف لعبتك ما هي نصيحتك للرياضيين خاصة بخصوص وسائل التواصل الاجتماعي أنت لا تستطيع أن تقدم اهتماما لأي شخص لا يعرف من أنت كشخص وحرفتك وما الذي مررت به التي تكون على هذا المستوى ركز على حرفتك فقط وعلى إنتاجيتك كن استمع لمدربك وتعاون مع زملائك هل تتذكر عندما حطمت اللوحة الخلفية كلاعب في 1996؟ أعتقد هذا وحتى الآن الناس يتحدثون عن هذا الأمر ويذكروك به أخبرني ما الذي حدث وكيف ترى هذا الأمر عندما تشاهد الفيديو مرة أخرى حدث منذ 27 عاماً كان أمراً رائعاً في الـ WNBA وبطولتها وكان حدثاً رياضياً كبيراً وكنت ألعب لعبة طبيعية فأنا أضع الكرة بشكل قوي للغاية عندما كنت ألعب ولكن تحطمت اللوحة الخلفية وقد جعل الناس الأمر كبيراً للغاية كان رائعاً للغاية وأنا أهتم بهذا الأمر للغاية وأقدره لأنه يحضر لدي ذكرية جيدة عندما تذكره سؤالين قبل أن ننتهي أنا أعلم أن لديك جلسة كبيرة قادمة كأس العالم بنهاية هذا الشهر سؤالاً أخيراً فقط كأس العالم سوف يلعب بنهاية هذا الشهر في أغسطس أحد الدول الثلاثة التي تحتضنه هي الفلبين التي لعبت بها كيف سوف تعتقد أنه سيكون شكلك هذا كأس العالم هذا نحن لدينا فريقاً جيداً للغاية كفريق الولايات المتحدة وأحد اللاعبون السابقون هو يدرب هذا الفريق وأنا أحترمه للغاية وأحترمه كثيراً من الأسماء الموجودة فيه ولدينا فريقاً قاوياً للغاية لديه تدريب جيد ومدرب جيد وسوف يقدمون كرة سلة جيدة كثيرة سوف يكون هناك الكثير من اللعب خلال المباريات وتمثيل لعديد من الدول ولكن أعتقد أننا سوف نمثل دولتنا بشكل جيد لغاية وأعتقد أن الولايات المتحدة سوف تفوز ما أعلمه وهذا السؤالي الأخير أنك لم تذهب قط إلى مصر وتحدثت مع أحدهم أنك سوف تأتي إلى مصر هل ستأتي إلى مصر؟ طبعاً سأأتي إلى في مصر أنا أعلم أن كرة السلة تنمو كلعبة في مصر وأنا سأريد أن أأتي لأرى ما الذي أستطيع أن أقدمه ولكن بكل تأكيد سوف أأتي إلى مصر فإن الناس ينتظرونك في مصر أنا أقدر ذلك وسوف أأتي لزالتهم جميعاً أشكرك سيدي المدرب شكراً 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 كما قلت لكم هناك 6 مصريين من ضمن 80 لعب و لعيبة اللي موجودين في معسكر بازكتبول ولايت بوردرز كرة سلة بلا حدود هنا في جهانسبيرج معي أتنين من نجومنا المتقلقين مش بس خارج المعسكر على مستوى المنافسات لكن كمان جوه المعسكر لان شايف حماس كبير قوي وعائشة سالم وأحمد نضال عائشة ازاي؟ الحمد لله ماليك كويسة؟ كل حلو حمد نضال ازاي؟ الحمد لله يعني عايز اتكلم معكم سريعا نعرف ان انتو عندوكم غادة دلوقتي وبعدها عندوكم الاحداث ما بتخلصش كل ثلاث ثواني بس بياخدوا بريك بيعملوا اكشن انت ازاي شايف المعسكر ده ازاي اشتركت فيه ازاي موجودة فيه الفعاليات ايه مادة اهميتها بالنسبة لي؟ انا معسكر عادي يعني تكلموني قالوا ان انا مفروض اجي جيت بصراحة هنا فيه مدربين ولعيبة كتير من WNBA والNBA فاحنا ناخد منهم ونتعلم وبيلعب جيمات جيمز مع بعض وكده فانت بتشوف اخطائك وهم بيساعدوك انت ازاي تسلحهم وكده فانت اوفيروال بتتحسن عن في الاول ندول انت رحلات ماكوكية يعني ما بين مصر في الزمالك في امريكا احتمال كمان قريب نشوفك في محطة جديدة كلمني عن معسكر ده وانت بصص له ازاي على مدى الاستفادة اللي ممكن تحققها منه المعسكر ده انا موكي يكون احلى معسكر دخلت في حالي السعوة اكتر واحدة استفدت منه عشان ده فيه احسن لعيب في العالم واحسن مدربين في العالم وانا معي في فرقة احسن لعيب هنا في الكمب واحسن مدرب هنا في الكمب كمان فانا امسي في فرقة وانا بقعد بتعلم منهم حاجات وكل المغط ينصحوني وكده وحاجات الان بيه هما اللي بتعلموها وزاي حد بيتعلمها في مصر وكده انا اعرف في ستايل اللعبهم انا لو هلعب ضدهم انا هلعرف هم بيلعبوه ازاي او كده لانان هنا في الكمب نفسه انا بقيت عارفة لعب مع ناس مختلفة يعني كذا ستايل فيه ناس بتدخل اكتر انا عارفة لعب ازاي مع ده ومع ده وكده شايفك عاملة صنائيات كمان مع لعيبة معينة بتبق انتي وهي متفقين قوي خلال الماتش الواقع بيحصل كده يعني فتر وات كده بيبدأ يبقى فيه كنكشن ونفهم بعضه بالوقت حركة الجسمة بس بالوقت بنعرف نفهم بهادري بعد اول ماتش انصاب بس بعد كده بالوقت دول اللي جايي اللي جايي بالنسبالك وانت بصص لفين بعد سنة تقريبا في امريكا الفترة اللي جايي هشوفك فين ان شاء الله هو انا كيكا مشاهدت في مصر السنة جاي يعني عشان عايز اكون اخدت خبرة بره اكتر وبعدين ارجع مصر بس ايسا مش عارف ايما هارجع امريكا ايما بكار واحدة تالية في الامريكا السنة جاي بس ايسا مش تأكد يعني ربنا عرفك باستن الله عايشة ليس راجعين من اسبانيا من اسبانيا على جنوب افريقيا اللي جاي بعد كده ايبق ان شاء الله لسا بعد بلاتي نواده لسا ان شاء الله اني نشوف لسا المص طب الأيب ربنا عرفك وما بروقي عايشة على المشاركة بتاعت المنديل ان شاء الله الفترة اللي جايه افضل كمان وبالتوفيق في الكامب اللي التباقي اللي نباقي منه ان شاء الله شكرا شكرا يمنضال شكرا لسا مكملين معاكم في تغطيتنا لمعسكر كرة سلة بلا حدود باسكتبول وداوت بوردرز في جوهانسبرج الجنوب أفريقية ماينفعش طبعا التغطية دي تكمل إلا بوجود الكابتن محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة سابقا مدير مكتب NBA إيجيبت ونائب رئيس مكتب NBA أفريقا المسؤولة عن تنظيم المعسكر اللي بنختتم فعالياته النهاردة كابتن طلبة أهلا وسهلا بيك مبسوط جدا موجودك معي أهلا وسهلا بيك يا هاني وننور وإحنا سعداء جدا كلنا NBA أفريقا وطبعا NBA إيجيبت تحديدا يعني أنك أنت موجود ومن الصورة للشعب كله والناس المهتمة برياضة وكرة السلة إيه اللي بيحصل في باسكتبول وداوت بوردرز الحياة اللي بيحصل كبير قوي يعني أنا مهما كنت قريت أو سمعت عن اللي بيحصل في المعسكر لكن أن أنا أعيش الأجواء والحياة حابب أن أنا أنقلها للمشاهدين الكرام مختلف تماما لأن أجواء حماسية من أول يوم مش بس على مستوى المواهب لكن كمان على مستوى المدربين والـ NBA players والمسؤولين اللي هو زيك يعني عايشين بطولة بنفسكم كلكم مع بعض بص هو المعسكر ده أنت أكيد قلت بس أنا أقول تاني المعسكر ده رقم 20 بالنسبة لأفريقيا على مستوى العالم إحنا نضم حوالي 4100 لاعب لهذا المعسكر تلع منهم حوالي 112 لاعب NBA فهو بقى حاجة تقليدية سنوية زي حاجة كده يعني رمز للـ NBA ونشاطه حوالي العالم بقى حاجة غير إن هو مجرد لاكتشاف المواهب يعني فيه بقى إحنا الناس كلها بتتكلم مع بعض تتقابل بتتناقش إزاي نزود شعبات اللعبة زاي نرفع من مستوى اللعيبة والمنتخبات والأندية وإزاي نقدر نواصل إن إحنا فعلا بيجيب المواهب اللي تقدر طبعا راحة NBA ده الهدف الأعلى الأمسل لكن إن الولاد نفسها قاعدة فيه احتكاك بينهم فيه تواصل فيه Life Skills Program بيحصل لهم النهاردة الصبح إنت أكيد شوف عمله قبل الفضيع حماثية فالولاد بيروحوا بتجربة راجعين بخبرة ورجعين بمعايشة بتنقل فعلا كل اللعيبة يعني من الـ 4,100 لعيب NBA وأكتر من نصوم راحوا يكملوا تعليم في الولايات المتحدة فطبعا حاجة إضافة كبيرة جدا على المستوى الشخصي وعلى المستوى الرياضي وعلى المستوى للدول نفسها اللي اللعبة بيطلعوا منها طيب عندنا من الثمانين موهبة سواء أربعين لعب أو أربعين لعبة فيه ستة مصرين ثلاثة وثلاثة من اللاعبين واللعبات كلمني عن مشاركتهم في المعسكر ومدى الاستفادة اللي بتعود على كرة السلة المصرية كابتن ناتولبف بص هو الأول بيتم يعني إحنا أربعين واربعين على مستوى أفريقيا فثلاثة بالنسبة للمصر الأولاد وبنات دي نسبة من شليلة بيتم الانتقاء أو بواسطة السكاوت أو الناس اللي بيتابعوا بيعملوا أحصى للمنتخبات وبطولات أفريقيا وعلى المستوى الأندية كمان بيجب فيه مجموعة من الترشحات وبيتم مراجعة طبعا للاتحاد المصر كرة السلة وبيتم يعني الاتفاق على عدد من اللاعبين واللعبات بيتم إرسالهم للمعسكر السنة الفتر كان عندنا معسكر اللي تعمل في القاهرة في صنة حسن مصطفى السنة دي هوت جنوب أفريقيا الست لعبين دولار بيتم بقى الكل المداربين اللي احنا بتكلم عليهم انت عملت مبرح مع دارفين هام لوس انجلس ليكرز ديترويد بيستنز سكرامينتو مداربين عالين جدا بيتابعوا غير الاسكاوت الناس بتوع الإحصى اللي عادين بره بيتفرغوا عليهم فبتقدر تقول ان اللاعب ده دلوقتي نقدر ندخله امبي اكاديمي اللاعب ده ممكن نجيله منحة دراسية في أمريكا اللاعب ده لا لسه محتاج شوية لان احنا بنتكلم على يعني سبعتشرة سنة فممكن عنده بتول التفرقية تاني يعني فلسه محطوطين تحت المطلمة جوم هنا ده معناه انهم لعبة كويس كنت شايف مشهد جميل قوي من شوية انت كنت اللي في النص بترجم لمدربة من مدربات اللي جاية من الامبي اي وللعبة عربية فالمدربة جات تقولك انا عايزك تشرح اللي انا بقوله بالعربي وانت الحقيقة كنت بترجم بشكل في نفس الحماس بتاع المدربة باسلوب عربي يعني باسلوب اللي هو انت فهم انا عايز اقولك ايه فكانت بتحكي عن حماس اللاعبة اللي موصلها لدرجة ان هي عايزة كورة معاها هي بس فبتقول لها انت لعبة كويسة قوي بس لو وصلت ده من خلال الفريق هتبي افضل فهتروحي لهدف الامبي اي هل الحماس احيانا يعني حكييني المشهد ده انت بطريدك وهل الحماس احيانا اللي ان اللاعبات عايزين يروحوا الامبي اي دلوقتي مش السنة الجاية مش اللي بعدها ممكن يقلل شوية من ال من الوصول لده بس خل بالك احنا هنا بنتكلم على مواهب ما بنتكلمش على فرق فكل واحد لعب او لعبة بيعايز يحاول ياسبك نفسه شئ طبيعي جدا فانت ممكن عشان بتلعب لنفسك تخلي شكلك وحش وممكن لو لعبت مع الفريق بشكل مش هقول انك انت ان احنا متمرنين مع بعض بقالهم شهرين ثلاثة لا دا يومين ثلاثة بس سقدر تلعب مع اللاعبة اللي فرقتك بشكل يخليك انت كويس وازميلك كويس فهي البنت هي من المغرب هي لعبة كويسة جدا والانجليش يعني مش وصل لها كويس فقالتلي الترجم لها فعط اشرح لها ايه دي لان الموضوع مش فني بس الله يرحمه كابتن جوهري الله يرحمه كابتن جوهري طالع علينا وقال اه انا بختار الانسب مش الاحساب فانت لما بتيجي تتكلم على فرقة انت عايز اللي بنقول عليه الكوليكتف تالنت يعني مجموع المواهب اللي في الملعب بس مهارات مش بس مهارات وممكن يكون واحد مهاريا اعلى هجوميا واحد مهاريا دفاعيا اعلى واحد عامل البلانس عنده الحتتين واحد عنده الحتة بتاعت الليدرشب القيادة فانت بتجمع المواهب دي وتجمعها في الاخر مقابل مجموع المواهب في فرقة التانية فلو مجموع المواهب عندك اكبر اكيد هتكسر ففي حتة التزام في حتة انتظام في حتة امتسال في حتة صبر فهي كتبت لها صبري ما تستعجليش ما تحوليش تثبت انك انت لعبك انت لعبك كويسة لكن في الو نبيل السيدات او نبيل للرجال بيبصوا على المرال انت طبيعتك ايه طيب لو لو واحد زميل اكشاته الكورة وضيحها انت حتقف وعندك احباطه متضايق ولا حترجع بسرعة تعمل وتقومه وتقومه عشان ما تخليش الفرقة المنافسة تحط فيك بس فالمقاييس مش كلها فنية بس نقطة مهمة جدا طيب ما ينفعش بقى سألت كل اللي عملنا معهم الحوارات عن كاس العالم ومسألكش انت لاني كمان هبقى متخصص اكتر وانا بسألك عن فرص مصر في كاس العالم اللي هيتلعب يوم 25 اغسطس باذن الله واحنا دلوقتي في معسكرات من دولة الى دولة مباريات ودية قبل انطلاق البطولة شايف فرصنا زي كابن طولب بص خلينا نفرق بين الطموحات والامكانيات هل طموحاتنا ناخد كاس العالم امكانياتنا فين امكانياتنا على الورق بينقول ان احنا مصر ترتبة الـ 55 خلاص فاحنا بره الـ 32 دولة الاوائل طيب احنا في افريقيا ترتبنا كام في الصعود احنا التاني او التالت اذا احنا مش في احسن وضع بس انا بقول لي عشان الناس الطموحات ما تبقاش علي اوه سقف الطموحات ويبتدوا لقدر لو نتائجات وحشة يهجموا المنتخب المنتخب ابتدى يحصل له شغل في الفترة الاخيرة والحمد لله يعني الاتحاد المصري دكتور مجدي وكابتن عمرون صلحي فيه تركيز معاهم من زمان طبعا بس ممكن التأهل لكاس العالم ده ادى الضوء زيادة شوية عن المنتخب روي رانا المدير الفني الكندي بيحاول يعمل يدخل لعيبة جديدة لان المنتخب عمره بتادى تزيد شوية أنا متخيل أن باتريك جاردنر إضافة لمصر الأمريكي معنا لو عبد الرحمن نقدر ينضم وأنا قد سمع أن فيه كلام جدي قبل ما نيجي هنا مع مجموعة العناصر المصرية الموجودة أظن أن نحن ممكن يكون لنا شكل مميز المجموعة صعبة مستحيلة لا عايزة شغل وعايزة افتزام وعايزة تركيز وعايزة كل واحد يفضل لجنبه على نفسه أتمنى أن نعمل نتيجة كويسة جدا أتمنى أن نحن نطلع الأوائل على أفريقيا في الـ 32 ساعتها نتأهل مباشرة إلى الأولمبياد عندي صيقة كبيرة جدا في الجهاز الفني وعندي صيقة كبيرة جدا في اللاعبين اللي موجودين جاء لهم عمد الرحمن أنا وسهلا مجاش الفرقة اللي موجودة كفيلة أنا متأكد أن هم حيعملوا أقصى حاجة يداروا عليها النتيجة من عمد ربك كابتن طلبة قبل الختام أنا بشكرك جدا على المعسكر الجميل ده وبنالك كل التوفيق لأن وجود اسم مصري ناجح على مستوى كرة السلة المصرية وإضافة لكرة السلة الأفريقية ده أمر بيشرف مصر كلها فأنا بشكرك جدا وبالتوفيق دائما بإذن الله شكرا هاني ومنورنا وتمنى أن الناس يأخذوا بقى صورة حقيقة اللي بيحصل في اللاعبين شكرا كابتن طلبة اللقاء اللي فات مع عائشة كان حاجة واللقاء ده حاجة تانية ليه بقى لأنه النهاردة توجد كأفضل لاعبة في المعسكر كله العظماني الحمد لله يعني مش عارفة أقول ليه بصراحة بس يعني ممكن تشوى لقعها أو كان كنت جاي عشان حقق الموضوع ده بس إن هي الحمد لله عرفت حققه ده بالنسبة لي شرف يعني الحمد لله إنها وصورة أكيد برضو شرف بس في نفس الوقت بيزود المرحلة اللي جاية بيزود الشغل اللي عليك أنت بصالها إزاي بقى مرحلة ما بعد معسكر كبير زي ده بسكوترز أد كده من العالم كله انت شايفة إيه اللي عليك الفترة اللي جاي أنا علي أخدت أحسن العباء الحمد لله بس أنا شايفة لسه محتاجة يبقى فيه لعب أكتر وتمرين أكتر إن أنا أتحسن عن كده بحيث إن أنا أقدر ألعب في المستويات اللي هو أكتر من كده كمان بره وإن أنا لو أقدر إن شاء الله هتعرف أو كده إن شاء الله شايفين في عروض بدأت تنهال على عائشة مش كده الحمد لله يعني بيش أي حاجة باينة يعني بس هو في تأشيرات كويسة يعني إن شاء الله مبارك قريب ومبروك اللي حصل في المعسكر ده وربنا يفاك إن شاء الله شاء الله الله يبارك شكرا شكرا يا عائشة طيب ده كان لقاءنا مع عائشة سالم كانت توجت بجائزة MVP والحقيقة إن كل المصريين الستة يعني كانوا موجودين في الجوائز على مستوى الأول ستار تيمز وعلى مستوى أفضل لعبة في البطولة أو في المعسكر كله عائشة سالم امطلقنا إلى منطقة اسمها أليكساندرا في جوهانسبيرج ليه تحديدا أليكساندرا ده اللي هنقوله خلال المرحلة اللي جاية لإن إحنا بنتكلم على افتتاح ملعب بيخصصوا الـ NBA لعمل ملعب كرة سلة زي ما موجود قدامنا وبشكل شيك قوي ومختلف قوي علشان يشارك في كل أطفال منطقة أليكساندرا في لعب كرة السلة ليه منطقة أليكساندرا؟ منطقة أليكساندرا معروفة إن هي من أكتر مناطق جوهانسبيرج فقرا ومن أعلى معدلات الجريمة في العالم كله موجودة في منطقة أليكساندرا في جوهانسبيرج علشان كده انطلاقا من الدور المجتمعي الرعاية المجتمعية اللي موجودة عند الـ NBA وعشان كده اسمها NBA كيرز NBA تهتم قرروا إن هم يفتتحوا ملعب هنا تحديدا علشان الأطفال يشاركوا في الرياضة يلعبوا كرة سلة فيبتعدوا عن أي خطورة ممكن يعيشوها وهم أطفال أو يتعودوا عليها فيعيشوها وهم كبار دي لقطات من افتتاح الملعب النهاردة وعلى أرض الملعب لو هنشاور على الأرض هنا On the floor هنلاقي إن فيه علامة إيد موجودة ودي مقصود بيها رمز أفريقي إن إحنا بنساعد أو بنمدي إيد العون لالبعض واللي رسمها هم من سكان منطقة أليكساندرا نفسهم اللي الـ NBA بيفتتح ليهم النهاردة ملعب تعالوا نعمل لقاءات سريعة وانتبع بيها افتتاح ملعب كرة سلة زي ما حصل في مصر في نادي الترسانة السنة اللي فاتت بيحصل هنا في جوهانسبيرج السنة من نفس الملعب اللي لسه أيلين لحضراتكم إن إحنا بيتم افتتاحه من جانب NBA على هامش معسكر كرة سلة بيها حدود في جوهانسبيرج في جنوب أفريقيا التقيت بمستر فيكتور ويليمز رئيس التنفيذي لـ NBA أفريقيا اللي كنا التقينا قبل كده مع بعض أنا وهو في القاهرة وتحديداً في نادي الترسانة في حدث مشابه جداً لده السيد بيكتور أنا سعيد أنا ألتقي بك مرة أخرى بعد عاماً أعتقد ذلك نعم من الرائع نارك مرة أخرى وشكراً لحضورك لقد كان العام الماضي في نادي الترسانة في الجيزة عندما قمت بافتتاح ملعب كرة سلة جديد وكان الأمر رائعاً بحضور السيد الوزير وبعد عاماً أنت الآن في جوهانسبرغ اخبرني ما الذي يحدث اليوم نحن هنا كما قلت كنا في العام الماضي بالقاهرة بكرة سلة بلا حدود الآن نحن في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ لكرة سلة بلا حدود أيضاً وكما فعلنا بالعام الماضي نحن نحاول أن يكون لدينا ملعباً في مدينة أليكسندرا هنا وهذا أحد أهم أهدافنا أن نبني ونعيد بناء البنية التحتية في القارة كلها نريد لأطفالنا أن يلعبوا اللعبة ولكي يلعبوها يريدون ملاعب آمنة وجميلة ولذلك نحن نقوم ببناء ملعب آمن جميل لأليكسندرا لكل الأولاد لماذا أليكسندرا في جوهانسبرغ بالتحديد أود أن أقول أن أليكسندرا هي مدينة في جوهانسبرغ وفيها الملايين من الأشخاص ولكنها ليست إحدى المدن التي بها معيشة جيدة في جوهانسبرغ والأطفال هنا ليس لديهم إمكانيات الوصول لنفس الإمكانيات الموجودة لدى الأطفال الآخرين في جوهانسبرغ ولذلك نقلب بني تحتية هنا شيء مهم للغاية والأمر الثاني هو أنه منذ عشرة أعوام كنا هنا وبنينا ملعبا ولكن هذا الملعب أصبح أكثر سوءا ولذلك البي دابليو بي أردت أن تعود مرة أخرى وتعيد بناء الملعب ليصبح جديدا لهذا المجتمع الان بي اي تهتم هذا مكتوب على التي شيرت الذي ترتديه والذي أرتديه أنا كيف حصلت على هذا الشعار وما الذي يعنيه بتحديد الان بي اي تهتم هو الشعار نحن نستخدمه في العالم كله وهو يقول أن الان بي اي نحن نريد أن ننمي لعبة كرة السلة ونستخدم لعبة كرة السلة لنلهم الناس أن يعطوا لمجتمعاتهم الذين يهم موجودون فيها والتي نعمل ونحن فيها وعندما يكون لدينا برنامجة مثل هذا نحن نريد أن نقدم شيئا يوضح للمجتمع أن الان بي اي تدعمهم وتريد أن تشكل فارقا في حياتهم ولذلك استخدام هذا الشعار هو يذكرنا دائما أننا يجب أن نكون هناك نؤثر على المجتمعات ونجعل حياتها أفضل باستخدام مصادرنا الخاصة يوما جاء جديدا جاء ونوما جديدا سوف ينتهي في كرة سلة بلا حدود كيف تستطيع أن ترى هذا المعصر في جوهانسبرغ وهل تحصل على النتائج التي تتوقعها قبل أن يبدأ نحن كنا لدينا معصرات لكرة سلة بلا حدود لعشرين عاما وهي مبادرة رائعة لنساعد تطوير اللاعبين الصغار فنحن نحضر لعبين صغارا من القارة كلها لدينا ستة لعبين من مصر ثلاثة أولاد وثلاثة بنات هنا هذا العام ولذلك نحن لدينا ثمانين لعبا ولاعبة من إفريقيا من أكثر حوالي أفعين ولدا وأربعين بنتا من أكثر من تمانية وعشرين دولة مختلفة نريد منهم أن يتعلموا اللعبة ويتم تدريبهم عن طريق أشخاص عظماء لعبون في الـ NBA لعبون في الـ WNBA الأشخاص الذين يلعبون الآن والذين اعتدوا اللعبة مصدقا لدينا مدربون وإداريون من الـ NBA والبرنامج يعمل وأنت تستطيع أن ترى أن الناس الذين يتون من الـ NBA وكرة سلة بلا حدود يصبحون ناجحين أنا أستطيع أن أرى الفرحة والسعادة في عيونهم وطريقة قتالهم خلال التدريب هم يشعرون بالفرح الجميع يشعرون بالفرح الأطفال يشعرون بالفرح المدربون واللعبون يشعرون بالفرح يذهبون إلى التدريب والمنافسات والأماكن التي يلعبون فيها السؤال الأخير حول كأس العالم الذي سوف يبدأ بنهاية شهر أغسطس في الـ 25 بالتحديد نحن لدينا بعض الفرق الإفريقية مصر، ساحل العاج، جمهورية الرأس الأخضر أنجولا وجنوب السودان جميعهم يلعبون في مجموعات مختلفة كيف تستطيع أن ترى الفرص المتاحة للفرق الإفريقية للتأهل للمراحل المتقدمة أعتقد أن لدينا القوى المعروفة في إفريقيا التي وصلت إلى كأس العالم مثل مصر وأنجولا ولدينا أمم جديدة مثل جنوب السودان التي نعرف أن جنوب السودان موهوبون للغاية ومن الرائع أنهم سوف يقدمون مهارتين على هذه المنصة بهذا الحجم بعض هذه المجموعات قد تكون صعبة ولا نعرف إذا كانوا سيمرون من هذه المجموعات ولكن الشيء الذي سوف يرونه أنهم سوف يقدمون مستوى جيد لكرة السلة في إفريقيا وأنه يتحسن وأن لدينا لعبون رائعون في إفريقيا ولدينا لعب جماعي رائع في إفريقيا وإذا استطعنا أن نريهم هذا فقد تكون هناك بعض الحزن نعم ولكنها سوف تكون ناجحة بالنسبة لإفريقيا شكرا على وجودك معنا مرة أخر أشكرك شكرا جديلا شكرا جديلا على مستوى عالمي شكرا جديلا